نروح للحقيقة أمريكاته النهاردة يعني عالمي لكن طبعا لو تابعنا أخبار نجومنا المصريين أهمهم طبعا محمود ريزيجي اللي تم إعلان عن إنهاء التعاقد النهاردة والإعلان عن الصفقة بشكل رسمي انتقل من أسون فيلا لترابزون سبورت التركي بطل الدولي بالمناسبة لأنه ناس كتيرة جدا ممكن تبقى مش متابعة الدولي التركي بالانطباع السائد كده نبقى عارفين إنه جلاتة سراي بشكتاش نارباشة هم دول اللي بي نفسه على البطولة في تركيا لكن الحقيقة كرة في تركيا أو خريطة الكرة في تركيا تغيرت وترابزون سبور هو بطل الدولي التركي اللي نضم ليه النجم المصري طبعا محمود حسن تريزيجي في صفقة وصلت لحوالي أربعة مليون يورو كل التوفيق طبعا لتريزيجي واحد من اللعيبة اللي تراهن عليهم على نجاح مشوارهم الاحترافي في الخارج عندنا كلام كتير طبعا يمكن في فقرة السكايب على الصفقات الجديدة اللي تم الإعلان عنها النهاردة خصوص طبعا مهاجم السيتي السابق بينضم رسميا للجانرز للأرسنل عندنا طبعا صفقة مهمة جدا جدا على الرغم منها تبدو يعني إنها مش جماهرية ويمكن الاسم الناس كتير من حضراتكم ما يبقوش سيموا عنه لكن انتظروا الاسم ده بشكل كبير كالفين فيليبس كالفين فيليبس اللي انتقل رسميا لصفوف المان سيتي بعد صفقة طبعا إيرلينج هالند أعتقد هيكون واحدة من الإضافات الكبيرة جدا للسيتي في الموسم المقبل